زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة جنين في الضفة الغربية اليوم وبدأ بالمقبرة التي أقيمت فيها جنازة ضحايا الاجتياح الإسرائيلي الأخير للمخيم وتعهد الرئيس الفلسطيني بإعادة إعمار فوري للمخيم بعد نحو عشرة أيام من عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي وصفت بالأعنف منذ عشرين عاما أقل عباس خلال جولة تفقدية أجراها في ساحة مخيم جنين وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد هدفنا الأول إعادة أعمار جنين ومخيمها فورا ومن دون تأخير ليعود أفضل مما كان وإذا اقتلع الاحتلال شجرة سنزرع ألف شجرة بحسب تعبيره